طب الناس بقى تقول بقى طب احنا ازاي بقى احنا نفسنا يبقى عندنا طول نفس وازاي اصلا يبقى عندنا طول البال اللي هيشرح الصدر ويريح البال ده اللي يفتح ابواب السعادة من اوسع ابوابها واللي يدخني على حضرة مولانا سبحانه وتعالى وانا بسامح الناس وبفتح لهم باب رحمة ربنا ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء اول حاجة لما تحس ان انت خلقك بيديق ونفسك بيقصر صلى على حضرة النبي يعني ايه صلى على حضرة النبي وحاول تصلى على حضرة النبي بصيغة تديلك مسافة ان انت تاخد نفسك ما تتكلمش وانت حاسس بديق الخلق وعشان كده المصريين كانوا دايما يعملوا ايه المصريين وهم بيتكلموا كده ايه اللي حصل صلى على النبي ما تخليش خلقك دايق وكان ايه اللي حاصل صلى على النبي وطول بالك يعني ايه اللي حاصل وكان الصلى على النبي بتعمل ايه بتعمل طول البال عايز يقول ايه ان اذا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم رد عليك السلام صدرك يسلم وبين زي كانوا احبابنا يقولوا إلا من قطر الله بقلب سليم قال أهم شيء في سلامة القلب الصلاة على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أن أنت لما تسلم عليه هو بيرد عليك السلام فصدرك يطيب وعلماء التواصل الحديث يقولوا أنه لما الإنسان يغضب ويعمل حاجة لمدة صغيرة الغضب بيطفي وما لقيناش حاجة طيب القلوب قد إيه قد ذكر المحبوب صلى الله عليه وآله وسلم فلما يحصل لك كده صل وأنا يا سيد برشح لك صيغة تطيب القلوب الصيغة اللي احنا دايما بنتكلم عنها اللي هي صيغة ايه الصلاة التفريجية عشان تفرج عنك وتوسع لك صدرك اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله دي أول حاجة تاني حاجة إنك تتعلم مهارة الإنصاط وأداب الحوار وتتعلم حاجة مهمة جدا جدا اسمها الصمت الفعال الصمت الفعال إن أنت تتعلم الصمت بس الصمت اللي بيمنعك من ايه؟ من التصرع في الكلام يبقى أول حاجة الصمت الفعال ده يخليك تتعلم تلات حاجات أول حاجة إن أنت يبقى عندك عدم التصرع في الكلام والتانية الحرص على فهم الناس يعني أنت مش صمت ومش سامع الناس لا تصمت وعشان الصمت ده تكون نوع من أنواع إدارة الحوار واختضاء بحضرة النبي لما كان يسمع الرجل لغاية ما حضرة النبي كاد ينعس فالصحابة تقول له كفاية فرسول الله يقولهم دعوه حتى ينهي كلامه يبقى الصمت ده تعمله كأنك بتعمل بسنتين إن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان طويل الصمت فتقتضي بحضرة النبي عشان تلهم الحكمة فكأنما تلقن الحكمة يبقى أول حاجة تصمت عشان إيه ما تتصرعش في الكلام تاني حاجة تصمت عشان إيه تحرص على فهم الناس تالت حاجة إنك تفكر قبل الكلام وده كله يساعدك على ده يبقى أول حاجة قلنا إيه تصلى على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم تاني حاجة قلنا إيه عندك صمت فعال تتعبد الله بالصمت الفعال ده طيب تالت حاجة نعمل إيه بقى تالت حاجة مهمة جدا جدا في السياق ده إن إحنا نتعامل مع الأشياء بالتدرج والتجزئة ما تاخدش حاجة مرة واحدة كده لما تاخد حاجة مرة واحدة تلاقيها هبت في وشك فإيه اللي حصل فتفقد التفكير لأ تدرج من الأدنى إلى الأعلى بتتكلم مع زوجتك فإيه اللي حصل فقالت لك مشكلة إيه المشكلة إحنا بكر عايزينا نسدد فلوس مدارس الأولاد نفسك ما يدقش لكن تيقول إيه طيب نجزق المسألة طيب هم هيقصتوا الفلوس ولا مش هيقصتوها طيب إحنا ممكن نقصتها طيب لازم بكرة ولا ممكن نأخر شوية الأسئلة هتهديك شوية يبقى لازم تعمل الكلام ده ترجمة نانسي قنقر